انا عارف ان اسعار قطع الغيار جدا عندنا غالية وتبغى تطلب من برا لكن ما تعرف لانه استفسارات جدا كثيرة تجيني عادل اطلب لنا انا ما اسوي طلبات لحد لكن انا اعطيك المواقع المهمة والمفيدة اللي انت بنفسك تروح تطلب منه عشان توفر فلوسك فهذا الفيديو ان شاء الله راح اشرح لك اكبر وافضل موقع تطلب منه قطع الغيار وباسعار ان شاء الله جدا رخيصة وايضا راح اعلمك كيف تخلي الموقع باللغة العربية عشان تطلب بنفسك وتنجز امورك كاملة تعال ما ينشوف عندنا الموقع الرهيب هذا واللي من اكبر المواقع للقطع الغيار رو كوتو طبعا الموقع مشكلته انه باللغة الانجليزية وراح اشرح لك كيف انك انت تخلي هذا الموقع باللغة العربية عشان انت تقدر تطلب وانت مرتاح وراح اشرح لك كيف تعرف تطلع قطع الغيار للسيارة كل اللي يحتاجه منك انك انك انت تدخل من متصفح كروم سواء من الجوال او من اللاب توب وتعال من اعلى الصفحة حتلاقي ايقونة الترجمة لو ضغطنا عليها ونقوله الترجمة باللغة العربية راح يصبح الان الموقع كامل باللغة العربية من هنا اذا حاب انك انت تبحث برقم القطعة تحط هنا رقم القطعة ونوع السيارة وبعد كذا يعادة الضب راح يعطيك كل الموردين اللي يبيعوا نفس القطعة اللي انت تبحث عنها برقم القطعة او من هنا راح تتصفح موديل سيارتك على سبيل المثال لو انا ابحث عن تيوتا شوف ما هي طلعت تيوتا لو تضغط على علامة الزايد راح تختار من هنا موديل السيارة اخترت موديل السيارة 2021 راح اختار نوع السيارة ايش هي مثلا حاختار كامري بعد كذا راح تختار نوع القطعة مثلا فرامل لمبات وغيرها او مكيف نظام التبريد بعد كذا بعد ما حددت القطعة اللي احتاجة مثلا في قسم الفرامل راح يعطيني كل الموردين والاسعار وكافة التفاصيل هنا راح يطلع لك اللي هو سعر المنتج والكمية وايضا انك انت تقدر تضيفها لسلة الشراء ايضا لو ضغطنا على معلومات المنتج مثلا في منتج معين راح يفتح لي الصفحة اللي فيها تفاصيل المنتج والصور وتشوف كيف شكل المنتج وتقرأ نصائح وكيف طريقة التركيب وايضا مواصفات المنتج خلاص انا قررت اشتري هذا المنتج اضيفه الى السلة الآن انا اضفت المنتج على سلة الشراء وابا يعرف انه كم يكلفني هذا المنتج قبل ما ادفع قيم تعالي من الالة وادخل على سلة الشراء عند عنوان الشحن او عنوان الدفع اكتب الرمز البريدي بعد احط اي رمز بعد كذا راح يعطيني خيارات الشحن عندك هنا الديتشيل فيديكس وايضا فيديكس وراح يعطيك كل واحدة سعرها ومتى انها ممكن توصل لك الشحن وايضا من الالة تقدر انك انت تتواصل مع الدعم وتتأكد اذا عندك تفاصيل معينة او استفسارات معينة عن القطع طبعا هذه كل طرق الدفع اللي يوفرها لك الموقع تقدر تدفع بالفيزا بالماستر ايضا في بيبال اذا عندك حساب في بيبال وعشان تعرف انه سعر الشحن مناسب معاك وقيمة القطعة مناسبة معاك اجمع قيمة الشحن مع قيمة القطعة وشوف المجموع الكلي وقارنها مع اسعار قطع الغيار هنا بالتوفيق يا رب قیلاته